تسئلها بتأكيد القائمين على مبادرة نبني الاقتصادية على ضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم المنتهجة حاليا والتي تكلف الخزينة العمومية أزيد من 23 مليار دولار سنوية مقترحين بدائل جديدة ترتكز أساسا على استهداف تدريجي لجميع الأسر التي تصرحوا بدخلها ويذهب الخيار الثاني إلى الاعتماد على الدخل الفردي الشامل وتوصل أصحاب مبادرة نبني أقول من خلال دراسة قاموا بها مؤخرا أن كل الخيارين المقترحين أقل تكلفة من الإعانات المنتهجة حاليا التغطية لجليل بالحاج اقترحنا البديل الأول هو أننا نسمح لكل مواطن جزائري يصرح بمستوى دخل محدد حددناه بستين ألف دينار للعائلة أنه يتسلم نصيب من المال بطريقة مباشرة هذا الحل الأول والحل الثاني واقترحنا الدخل الشامل العام لكل جزائريين اللي يطلبوه يعني الحل الثاني هو حل أكثر ليبرالية بين قوسين لازم نقللوا هذا الدعم نلغيواش مباشرة نقللوه بطريقة تجريجية ولكن هذا التقليل في الدعم لازم يصحبه مساعدة العائلات والأشخاص المحتاجين